السؤال اللي وصلنا بيقول أنا عمري سنة 16 سنة وتقدم لي يا شاب ذو خلق هو عمره 30 سنة وكلمت من وراء أهلي لكن كلام كان بحدود وخيف أحكي الأهلي ممكن تساعدوني أعمل إيه علشان ربنا يرضى علي وأبعد عن المعصية أحكي الأهلي اللي حصل ولا استنى كلمة اتقدم لي دي كلمة مطاطة يبدو أن هو يتقدم لها يعني كلمها أنه هو راغب في الجواز منها لأن معنى اتقدم لها وبعدين أحكي الأهلي أو محكيش يبقى هو ما تقدمشي الأهلها أول حاجة احنا خلينا نحول الحكاية دي إلى استشارة الحالة اللي انت فيها دي حالة مشهورة حالة التعلق الأول مش أسميه للحب الأول لكن التعلق الأول أن تتعلق بنت مراهقة بمن هو أكبر منها سن الفرق بينكم 14 سنة أنت عندك 16 وهو عنده 30 سنة طيب السن ده بيبقى عندنا تحدي أول حاجة أنت ما ينفعش أن أنت تجاوزي قبل ما تتم 18 سنة طيب هنفترض أن احنا دلوقتي هنمشي لغاية ما نوصل 18 سنة بس أنا عندي مشكلة أساسية إيه المشكلة الأساسية؟ معايير حضرتك في الاختيار محتاجة تتراجع شوي ليه؟ فرق السن ده بيعمل لنا تحديات كتيرة يعني إيه تحديات كتيرة؟ إحنا السن المناسب عندنا سبعة مناسب تسعة مناسب بعد كده بدأنا في تحديات بقى تحديات إيه؟ الفجوة الجيلية بقى فيه جيل كده وجيل كده طبعا في بنات بتحب تتجاوز الأكبر منها في أوقات كتيرة عشان تعوض الاحتواء اللي كانت محتاجة من والدها وما حصلتش عليه فبتحب أني تتجاوز اللي أكبر منها وبتميل إليه فاللي حصل ببساطة إن احنا لازم نروعي ده هارجع لسؤالك وأرجع لشوية التفاصيل اللي انت قلتين اللي انت تكلمتي معاه وكده هنرجع لده بس أنا أهم حاجة أكلمك في ده أكلمك في إن الجواز بتاع حضرتك أو الاختيار بتاع حضرتك مطابق للمعايير ولا لا فأول حاجة الفرق السني أنا شايف إن هو مش مطابق بشكل صعيح أنت طبعاً لأنه أكثر منك خبرة هتميلي إليه وهتحس إنه عنده حكم وهتحس إنه يحافظ عليك بس هو بطريقة طبيعية هو هيتحول إلى مربي ليكي فبدل ما هو هيتحول إلى محتوي هيتحول إلى شخص بيحاول يسيطر لأنه هيحاول بما إنه واخد واحدة أصغر منه 15 سنة فهو أكثر منها معرفة هيتعامل معها على إنه سازجة هيتعامل معها على إنه محتاجة محتاجة إنه يربيها وإذا هو تجوزك فهيتجوزك عشان يربيك يا علاء دي أنا آسف يعني ومحدش يستدل بإني كان فرق السن ما بين حضرت النبي وبالنساء ده استدلال خاط ليه؟ لأن حضرت النبي كان المشرع لأن حضرت النبي سأسمى جوز السيد عائشة بس تجوز كمان السيدة خديجة إيه فإنه حاصل؟ عليهما السلام فإنه حاصل؟ سيدة خديجة عليه السلام إيه اللي حاصل؟ كانت أكبر من حضرت النبي صلى الله عليه وسلم طيب طب إيه معنى كده؟ فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم نزيجاته كانت للتشريع للأمة كلها فحضرت فإحنا لازم نفهم ده فلما نيجي نفهم ده نفهمه بتقنم أنا ليه بقول كده؟ لأن اللي بنشوفه في جلسات الإرشاد الزواجي بيقول لنا أن التجارب دي بتبقى تجارب خطرة دي اختيار أنا دايما بسميه كده اختيار زواجي عالي المخاطر عالي المخاطر حتى ولو بدأ في الأول خالص عن التجوز الحكيم الرشيد العائل لا 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 هو عالي المخاطر أنا بقول لكم دلوقتي ده زواج عالي المخاطر أمر التاني إن اختيارك دلوقتي يختلف عن اختيارك بعد ما تتخرج من الجامعة فده بوعد تاني أنت مش واخد بالك بيه لأن نظرتك للحياة دلوقتي غير نظرتك للحياة بعد تخرج من الدراسة فده شيء مهم جدا لابد ان احنا رأي أما بقى حاجة مهمة جدا 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 كونكم قعدتوا تتكلموا مع بعض بما يجعلك انت حسى بجلدك لذاتك أو تقنيبك لضميرك فده بعد كده ممكن يتحول إلى نوع من أنواع اللوم عليه وإنه هو فين تديونك وإحنا بنتكلم مع بعض من وراء أهلي فالصحيح ببساطة خالص أني أنت تعيد تقييمك لهذه التجربة في الظل اللي أنا قلتولك ده طيب ونعمل إيه لو أنت أصريتي على ده خليه يذهب إلى أهلك يبقى الحل لتصويب الكلام ده لو أصريتي على أنك أنت متمسكة بده مع التحذير ومع النصايح اللي أنا قلتها لك ده كلها خلاص خليه يروح لأهلك ويتقدم لأهلك هو ده الحل لكن بقاءكم على كده أعمل إيه ما أعملش إيه هو لازم كان هو أصلا من الأول خالص يتقدم لأهلك فيبقى المسألة مسألة إيه؟ إنه يتقدم لأهلك ترجمة نانسي قنقر